موسيقى بفاميلي اليوم رح نحكي عن موضوع شوي حساس حساس بالنسبة لأولادنا ولكن بالنسبة لأولنا كأهل ضروري نطرحه حتى نوضح الأمور من البداية كيف ممكن نساعد أولادنا حتى يبنوا علاقات عاطفية سليمة رح نوص بهالموضوع أكثر مع ضيفنا برحب الدكتور توني صومة أهلا سهلا فيك توني مرسي أهلا فيك شرفتنا حضرتك كمعالج نفسي وأستاذ جامعي هالموضوع أولادنا أبدا ما بحبوا يطرحوا جميلا ولكن نحنا كأهل منعتلهم أمتى فينا نطرحه وكيف لازم نطرحه على أولادنا جميلا بأي عمر بيبلش الولد يشعر بي أو يحس بمشاعر عاطفية الولد بيبلش يعيش مشاعر الحب بآخر القردوري يعني تقريبا من عمر السنتين ونوص لفوته على المدرسة وبيبقى هيدا الشعور لعمر الثماني سنين نرجع مناخد بريك بين التسعة والأحدعش يلي منلاحظ فيها بأن الصبيان بيلعبوا مع الصبيان بنات بيلعبوا مع البنات نرجع من عمر المراهكة يعني 11 وطلوع بيرجع العلاقات العاطفية تاخد حجمة أكبر ليش بياخدوا بريك لأنه بيكونوا عم بيكتشفوا نفسهم أو هوياتهم الجنسية بياخدوا بريك لأنه أول خبرة عاطفية بيعيش على الولد يلي هي بين عمر الثلاثة والثمانية رح بتساعده حتى يكون هوياته الجنسية بيكتشف شو معناته وصبي وشو معناته ويبنت هون بياخد بريك من سمية بريود دولاتانس أو لاتنسي بيريد يعني بيعرف أنه فيه فرق بينه وبين هالجنس الآخر وبيبلش يكون كمان ميوله الجنسية وميوله العاطفية بياخد بريك بيكون عم بيطور فيها ودوراته العقلية والاجتماعية أكتر بتكون عم بتساعده حتى يرجع ينطلق أكتر من عمر 11 وطلوع دكتور ساموان إحنا كأهل أي متى ممكن نبلش نحكي عن المواضيع العاطفية أو عن الحب مع أولادنا منبلش نحكي من أول ما يبلش يظهر العلمات يعني منلاحظ أنه من عمر الثلاث سنين بيبلش الولد يتعلق بولد من جنس آخر يعني منلاحظ أنه بيصير بيحكي عن بنت بالصاف بيحب يجيب وردة بيحب يجيب لكادو أو العكس فبهيدا الوقت ضروري بأنه نكون حده يعني لما يحكي نعبر على قد السؤال وعلى قد الجواب اللي هو بيظهره يعني بيها الطريقة بتبلش تظهر عند الولد والشعور بالعاطفية يعني العوارض شو هي يعني شو الأشهر الصغير اللي نحنا لازم ننتبه له منبلش نلاحظ أنه بيحب يمسك إيد بنت معه بالصاف بيحب يجيب لكادو بيحب يرسم له مثل رسمة معينة أو أوقات يبوسة على خدها يعني هؤذي التصرفات بتبلش تظهر ولو من عمر صغير يلي هو ثلاث سنين أربعة سنين وبتبقى للثمانة وهيدي حالة طبيعية بها العمل مية بالمية هي طبيعية هلأ في بعض التصرفات فيها تقلقنا إذا الولد مثلا منلاحظ أنه بده يقضي كل وقته مع هالشخص يلي بيحبه يعني بيصير يرفض يقضي بقته على الفرصة اللي معه بتصير هي إخدته شغله الشاغل بهذه الحالة على الأهل بأنه ننتبهه يعني لا يشوفه شو السبب يعني عم بخلي يفوت بهالعلاقة من الزوابين مع ولد تاني مهم يجربوا هن يلاقوا الأسباب إذا لا بحدهم ما قدروا يلاقوها بيكون مفيد شو معقولة تكون أسباب هالتعلق الشديد بشخص واحد خاصة بها العمر الصغير توني هي إذا بدك أول علاقة عاطفية يعيشها الولد من سميع علاقة عاطفية أو شعور بالحب مع الأم أو الأب مئة بالمئة سو تعلقه ببيه وبأمه رح يرجع يكرره هو ذاته بعلاقته مع ولد تاني يعني هيدا الشيء عم يساعده يكون هويته يسبت حاله ويعمل إدانتيفكاسيون يتماهى مع صورة الكوب البرانتال يلي قدام وهلأ إذا في حالة من الزوابين في عدة أسباب فيكون بأنه بالبات في حالة زوابين معينة يعني علاقة أهله معه هي علاقة كتير يعني معهم يعطوه مجال بأنه يكون استقلاليته يكون شخصيته يعني هذه بتعكس تصرفات أهله معه هو مش تصرفات الأم والأب مع بعض يعني ما عم بيمثل اللي عم بيشوفه بالبيته مثلا يعني الاحتمالات متعددة نعم أول احتمال فينا ننتبهه ممكن تكون أي من لتنين يكون عم بيكرر نفس العلاقة يلي أهله عم يعطوه إيه نعم من تاني ما إلا فيه يكون فيه مشاكل بين الأهل والولد عم بيعود عاطفيا بأنه عم يتعلق بولد تاني يعني عم بيحس بيناقص بالحب من أهله عم بيعود بأنه ياخد هالعاطفة المبالغ فيها من خلال ولد تاني هلأ فيه يكون غير أسباب بس بكل الأحبال الأهل بيكون عندهم هيدا الحسب فيهم يعرفوا شو السبب إذا لا بحضهم ما قدروا كتير مفيد بأنه يلجعوا لأخصائي حتى يساعدهم لهذه النقطة ممكن نطرح الموضوع على الولد ونحكي معه نحن أو الأفضل أنه متخصص يتعطى معه لا بيسوى نحن نحكي وإذا ما قدرنا نوصل لنتيجة رح نوصل لنتيجة إذا نتصرف بالتصرف المناسب يعني ضروري نحترم شعوره للولد بهذا العمر يعني لما يخبرنا أنه هو هالبنت بتعجبه أو هي تخبرنا أنه فيه الصبع عبيلة تجيب له كدو ضروري نحترم هالشعور طبعه نسأله السؤال الصغير سؤالين نجيب له الكدو يلي عبيله يشوفه بلا ما نبالغ بالقصة لأنه أوقات الأهل بيكونوا صارمين بهالموضوع يعني أوقات حتى بعقبوا الولد إذا تصرف بهالطريقة هذا التصرف أكيد رح بيخلي الولد يحس بأنه اللي عم يعمله هو عاب تزرع عقد بالولد بالنهاية مية بالمية لا بدنا نكبته ولا بنفس الوقت نبالغ بالقصة مثلا في ناس بتصير تعمل مثل فو مرياج زواج تمثيلية وكل الوقت من نكون عم نبالغ ايه بتحبه كذا شو بدكت الله يعني بدنا نكون معتدلين أولاد لبعض من عمر صغير وكمان في حالة تانية ضرورية نضوي عليها أوقات نحنا وعم نشوفوا أولادنا عم بيلعبوا سوا بمثل أدوار إذا نحنا كأهل شفناه هنا عم بمثلوا علاقة حب أو مشاهد حميمة أو عاطفية شفوه على التلفزيون هون شو لازم نعمل؟ أول نقطة ما لازم نعيث عليهم لأنه فيها يكون بكل بساطة عم بقلدوا مشهد شفوه على التيفي أو مشهد شفوه بين أهلهم ساعة على الأهل أول شي ينتبهوا يشوفوا أولادهم شو عم يحضروا وشو عم بيشوفوا بالبيت بهيد الحالة بكل بساطة بدنا نقلهم بأنه هوضي القصص هنمنوا للولاد هوضي قصص للكبار بدنا نقلهم بأنه جسمك هو ملكك وحدك فهلأ ألعاب رسوم دهار انت وياها لعبوا القصص من عمر كون بس هوضي القصص للكبار بكرة لما تصير كبيرة بتعملون بس ما نبالغ بالقصة أكتر من هك ولا مرة نحط هالتصرف أو هالأسلوب تحت عنوان تابو أو من المحرمات لا أكيد لأنه بالنهاية إذا رح نقل له كونسابت العاب للولد بعمر بكير بعمر أكبر ما حيقود عنده الجرأة والرغبة بأنه يقرب من حد رح يخص منه اللي عم يعمله هو غلط الأهل أدي بيلعبوا دور دكتور صامة ببناء هالعلاقات عند الولاد الأهل هنه كل شيء يعني أول نقطة الولاد بده يقلد أهله يعني فيه الرول موديل يلي الأهل بينقلوه بالنسبة للولاد إذا صبه البي هو صورة الرجال يلي بده يصيره والأم هي الحب الأول يلي بده ينقق بنت بتشبهه وعند البنت بالعكس فأولاً مثل ما البي بيتصرف مع الأم رح الولد يتصرف مع حبيبته والعكس مثل ما حيشوف أنه أمه بتتصرف مع بيه رح يتوقع بأنه البنت تتصرف معه فضروري يلاحظ بأنه أهله بيحبه بعض بيحترمه بعض يسمع كلمات حلوة من الأهل بين بعضهم يعني بيعني له الولد يشوف أهله عم بيقوله يا حبيبة ميسيل لأولادنا بالنسبة لها الموضوع مية بالمية ضروري يشوف أهله عم بيعبروا عن عطفتهم لبعضهم أكيد بدون أي إحاءات جنسية أنه الولد منه مفيد لأله بأنه يشوف أهله بالتصرفات فيها بعض جنسي هيدا واحد اثنين نوعية العلاقة يلي بين الأهل والولد رح يرجع يكررها هي زيتا يعني نحنا بنحكي عن البوندينغ عن الأتاتشمان غير شعورياً رح يتبنى سلوك الأهل للولد سلوك رح يقلدهم مثل ما حيشوف أهله بيتصرفوا رح يقلد تصرفاتهم مع شركة حياته بعدين بس في ناحية أبعد يلي هي نوعية العلاقة العاطفية اللي بتربط الأهل بالولد يعني اليوم فيه الأتاتشمنت فيه كون آمن يعني الولد بيحس أنه أهله بيحبه حاضرين لأله بيزهروا له الحب وبنفس البقت ما عم بيكونوا كتير عم يتحشروا عم يدخلوا بتفاصيل حياته يعني عم يعطوا المجال بأنه يروح يلعب لوحده يبني استقلاليته الولد يلي عنده علاقة آمنة مع أهله رح يكون بعدين على عمر أكبر جاهز يحس بقيمته الزاتية كمال يبني علاقة سليمة مع الشخص يحس بنوع من الاستقلالية بالنسبة لخيار الشريك أو خيار النوع العلاقة له اللي بده يبني مع هالشخص مية بالمية لأنه إذا كانوا الأهل كتير بيدخلوا بتفاصيل الصغيري اللي بيعيشها الولد ما رح يخلي الولد يحس بالأمان وبالحرية بعدين حتى في كتير أشخاص ما بتتجوز وبتخاف من الارتباط أنه أول ما تبلش تحس بارتباط عاطفة بحده بتخاف بأنه يكونوا الأهل بالمعنى بأنه بتخاف ترجع تعيش مع شركة حياتها نفس الشي اللي عشته مع الأهل شكرا لإلك دكتور توني ساما ولها المعلومات بس نحدد اليوم ما عم نحكي عن سن المراهقة إجمالا نحن عم نحكي من عمر لثلاث سنين لعمر ثمانية تسعة سنين شكرا لإلك وأهلا وسهلا فيك شكرا لإلك واقفة مشاهدينا ومنتابع مع حتى نتعرف على أبرز الأحداث اللي عم بتصير حاليا بالساحة اللبنانية اشتركوا في القناة